طبعا أكيد أهلا بحضراتكم ولكن أكيد الساعات اللي فاتت دي لا حديث في مصر أو في القاهرة كمان تحديدا إلا عن التقص وإيه اللي حصل وإيه اللي على الكبري وإيه اللي في الطريق سويس واللي جاي من هنا كلنا متوقعين هذا الجو ولكن طبعا لأن حقيقي الجو تغير الجو تغير في العالم كله فاكرين لما كنا بنتكلم في قبل 27 عن التغير المناخي الكبير هو ده اللي احنا بقينا بنشوفه علشان كده مثلا النهاردة ناس كدت بتقولك إيه لا مايو كان بيبقى شوية كده تراب وعواصف كده صغيرة وبيعدي لكن يبدو أن النهاردة أنه الهوى كان شديد والتراب شديد وده أكيد خدوا بالكو كمان القاهرة متدت إحنا ما بقناش القاهرة اللي كان يعني أخرها مصر جديدة وشوية كده على الأطراف لا القاهرة متدت ونسبة الصحرة برضو لسه كتيرة موجودة فطبيعي جدا لما بيبقى فيه الهوى ولأن الطرق بقت حلوة فالناس بقت بتشوف عواصف التراب بشكل كبير والسوشيال ميديا بقى بتصور المهم إن احنا إن شاء الله حنعدي أكيد يعني وبكرة بإذن الله يكون التقص يعني إذا كان حر بس يبقى يعني أهدى شوية فرصة أن الناس أجازة فممكن الدنيا تهدي وهتعدي أعتقد أن يوم السبت الجو هيتحسن النهاردة في التاسعة هنتكلم في الموضوع ده وحنتمن حضراتكم عن كل اللي بيحصل وأي حد طبعا من الناس اللي تعرضوا لهذا التقص نتمنى أن الناس الأمن والسلام بإذن الله لكل مواطنينا وكل أهلينا في مصر